عشرة زيارته الى اليونان نشر الرئيس الصيني شي جنبين ما قال ان في صحيفتي كاثميريني اليومية اليونانية حيث قال ان العلاقات التنسية بين البلدين تأسست في عام 1972 لكن تمادلات الثقافية بينهما تعود الى ما قبل 2000 عام وضيفا ان منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين واليونان في عام 2006 التزم الجانبان بسياسة الاحترام والثقة المتبادلين والتعاون المربح للطرفين وتعالم المتبادل وقال الشي جنبين هو يأمل في ان تجلب زيارته فرصا جديدة للعلاقات الثنائية مع تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات كما دع الرئيس الشي الجانبين الى تكثيف الجهود في تنفيذ مبادرة حزام والطريق وبناء نوعا جديد من العلاقات الدورية القائمة على الاحترام المتبادل والانصاف والعدالة والتعاون المربح للجانبين اثناء بناء مجتمع من مستقبل مشترك للبشرية